بدوره رحب رئيس طائفة الهلدان في العالم الكاردينال ساكو بتشكيل خلية الأزمة لإدارة أمور محافظة الموصل بعيدا عن التجاذبات السياسية وتصفية الحسابات ساكو دعا في قداس على أرواح ضحايا حادثة غرق العبارة إلى صلاة مشتركة للمسيحيين والمسلمين في بيت المقدس الموصل تتشارك أحزانها وآلامها من جديد وهذه المرة بقدوم مسيحيها من مناطق مختلفة وإقامتهم قداس وصلاة الغائب على أرواح ضحايا حادثة غرق العبارة الكاردينال لويس ساكو رئيس الكنيسة في العراق وطائفة الكلدان في العالم بصحبة مبعوث الباب أوقدوا شموع الحياة الوجدانية في كنيسة مار بولس بأيسر الموصل ليقولوا بأن الفاجع مست قلوب جميع المكونات وهي بداية مرحلة جديدة تستثمر في خلق بيئة آمنة اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا في المدينة يعني هنا حبينا أن نبعث رسالة لأهن بالعراق لكن أيضا للعالم أنه الشعب العراقي ما هذا الشعب العنيف الغريب يعني وإنما شعب أيضا مسالم هالمعاناة هي معاناة الكل ساكو وبعد انتهاء الصلاة والقداس دعا جميع المسلمين إلى قراءة سورة الفاتحة بصوت مرتفع داخل حرم الكنيسة لتكون صلاة مشتركة للمسيحيين والمسلمين في بيت مقدس أهل الموصل كل من المسيحيين اللي كانوا بأربيلو يعني بكردستان اتفاجعوا تفاجعوا يعني أنا من الناس كنت أحسب هذا فيلم يعني هذه رسالة من العالم أجمع من الفاتيكان موجه إلى محافظة نينوى بأن كل المكونات للشعب العراقي هما وحدة واحدة ورحب ساكو بتشكيل خلية الأزمة التي تدير أمور المحافظة على أن تبعد التجاذبات السياسية وتصفية الحسابات عن المشهد الموصلية لمنع عودة الأوضاع إلى المربع الأول كما وصفها أتمنى أنه هالوقت هالظرف والفترة الانتقالية ما تكون لتصفية إحسابات وأيضا سراع سياسي من أجل السلطة ومن أجل المال والموصل ترجع إلى المربع الأول ممثل بابا الفاتيكان الذي أوفيد لتقديم تعازل ذوي الضحايا وأهل الموصل كافة نيابة عن نيافة البابا دعا الجميع إلى التسامح وإعادة الآمار والاستقرار للموصلة التي هي بحاجة إلى تكاتف المسلمين والمسيحيين فيما دعت خلية الأزمة التي شاركت القداسة مسيحية الموصل النازحين إلى العودة إلى مدينتهم المساجو دلسانتو رسالة الأب الأقدس هي رسالة قرب واتحاد من العوائل المتضررة وعوائل الضحايا وأيضا هي رسالة تعزية ومساندة رسالة التشجيع ومن أجل إعادة بناء وإعادة إعمار هذه المدينة التي هي بحاجة لتكاتف الجميع الموصل يعوزها أنه أهلها يرجعوا لها والمسيحيين جزء مكون وجزء أصلي وفاعل في تاريخ مدينة الموصل ليس بشيء الغريب على المسيحيين إقامة هذا القداس على ضحايا العبارة فرغم عودتهم الخجول للموصل لكنهم عبروا بصلاتهم هذه عن الألفة والتماسك المجتمعية بين جميع المكونات من داخل حرم كنيسة مار بولس في أيسر الموصل هيثم أحمد الحرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر